السلام عليكم عمر معاكم هنا زي ما تعودتو كل سبني جيكم بأهم الأخبار من وول ستريت 99% من الأخبار غير مجديا نركز على الواحد في المية التي تجعلك مستثمر أفضل ولأول مرة من أشهر أقول لكم كان أسبوع مميز بالنسبة للأسواق هنتكلم عن ماذا حدث بالنسبة للأسواق الأمريكية هنتكلم عن الاجتماع المرتقب بين بايدن وجي جي بين هنتكلم أيضا عن وورين بوفيت والعملات الرقمية هتكون إن شاء الله حلقة ممتعة ومميزة قبل ما نبدأ لحب يتعلم أمور الاستثمار دائما نقول للناس من أهم العوامل هي إدارة الأموال في مجال الاستثمار إدارة الأموال للأسف كثير من المدارس الجامعات لا تعلمك هذا الشيء إدارة الأموال هي أفضل طريقة لمضاعفة ثروتك أنت بتشتغل كل يوم وتشقى وتعمل أموالك ولكن استخدام هذه الأموال واستثمارها بطريقة ناجحة هي التي ستضاعف ثروتك في المستقبل وهي التي ستبني تقاعدك للمستقبل في هذا الكورس نعلمكم أكثر من 20 ساعة من المحتوى التعليمي كيف تدير أموالك وكيف تستثمر أموالك بطريقة ناجحة إن شاء الله تلاقوا تفاصيله في الدسكريبشن ونبدأ حلقة اليوم طبعا حبدأ من الجانب الصيني وهذه جريدة ساوث شاينة مورنينج بوست التي تملكها شركة علي بابا تتكلم عن الاجتماع الذي حدث بين الرئيسين الاجتماع من وجهة نظر الصحيفة الصينية كان اجتماع مهم كان اجتماع جيد تتكلم وتبين واضح وصريح أن الصين لا تخش في مجال الحرب مع روسيا ما حتخش ولا تريد أنها تنجرف الإعلام الغربي أنه يقارن ويبني علاقة روسيا والصين أنه كانها وحدة في النهاية روسيا شيء والصين لها علاقات مع الخارج ولها علاقات مع روسيا وهي ضد ما يحدث في روسيا من ناحية الحرب ولكن يتكلم أن الضغوطات الأمريكية ربما هي التي سببت في ذلك تتكلم أيضا من الجانب أنه ما حتخسر الغرب على حساب روسيا فهذه نقطة مهمة من الجانب الصيني أما من الجانب الأمريكي فالصحافة مختلفة بعض الشيء بطريقة تقدروا تقولوا إصال الخبر بطريقة تهديد وبطريقة حقوبات هذه طريقة الواشنطن الولد ستريت جيرنال تتكلم أنه يعني جو بايدن كان بيهدد وكان بيقول للصين إذا تدخلته من ناحية بيع أسلحة من ناحية تجارة حتى حتكون فيه سانكشنز بالنسبة للصين فهذا شيء كان يعني واضح أنه شديدين بعض الشيء الأمريكان في هذا الخبر بيتكلم أنه طبعا الرئيس الصيني أنه هدفنا إحنا السلام ولا نريد الحرب لأن الحرب هذه مضرة للجميع ولن نشجع مجال الحرب بكل تأكيد ولكن أسلوب الصين مختلف تماما عن الأسلوب الأمريكي الذي يركز على العقوبات ويركز على الطريقة الشديدة إحنا طريقتنا مختلفة عندنا علاقة مع أوكرانيا وعندنا علاقة مع روسيا وبكل تأكيد إحنا ما حنبيع لهم أسلحة لأنه إحنا ضد ما يحدث من الحرب شيء ثاني طبعا وهنا يبدأ اللوم من الوسائل الإعلام طبعا هنا وسائل الإعلام تقول لك أنه كتب التاريخ ستكتب أنه أمريكا هي التي يعني خربت الموضوع وهنا الصحافة الأمريكية تكتب أنه الصين هي هتكتب من وجهة نظري من الجانب الأمريكي ما زالت الأمور غامضة ولكن أقدر أقول أنه في دايالوج مفتوح وفي حوار مفتوح بين الدولتين وأعتقد أنه يعني الصين أذكى مما أنه يعني تتخذ قرار عشوائي يؤثر على الصين ويؤثر على العالم وكل الناس يعني نقطة مهمة كل الناس الذي تعتقد أنه تقدر أمريكا ودول العالم تعمل ضوابط وعقوبات على الصين فهذا شيء يعني يسميه انتحار بالنسبة للعالم إذا صار شيء زي كده حنخش فيه جريد ديبريشن يعني مية في المية لأن الصين هي أكبر منتج في العالم وهي أكبر دولة صناعية في العالم بلا أي منافس يعني فإنه تيجي تقطع الصناعات من الصين والاستيراد من الصين وتيجي تروح مثلا للدول المجاورة كأنك بتقولي هناخد شركات التكنولوجي مثلا بدل من أمريكا من كندا كلام فارغ لا تستطيع أي دولة أنه تنافس الصين في مجال الصناعات والإنتاج فشيء حيأثر بالعالم ككل وأعتقد أنه الرئيسين عارفين هذا الشيء ويعني يتجهل الاتجاه الصحيح إن شاء الله ولكن أقول للناس إذا صار ما كان في مشاكل في الأسابيع القادمة والأشهر القادمة فأعتقد أنه أسواق المال ككل هترتفع وبالتحديد الأسواق الصينية هترتفع يعني ارتفاع تاريخي من وجهة نظري نتكلم الآن على الأسواق الأمريكية وأخبار ممتازة وأفضل أسبوع بالنسبة للأسواق الأمريكية من نوفمبر 2020 يعني من أكثر من سنة ونص تقريبا جميع المؤشرات تخيلوا أنه هذا الأسبوع خلى شهر مارتش يقفل بالإيجابي فهذا شيء جيد الـ S&P ارتفع 6.2 الـ Dow Jones 5.5 والـ Nasdaq 8.2% Metaverse والـ Meta Platform ارتفعت 15% أمازون ارتفعت 11% تعرفوني قديش؟ يعني أحب أمازون تكلمنا عن أمازون أنه ستعمل بايباكس أكثر من 10 مليار دولار بايباكس بالنسبة للأسهم وقسمت أسهمها إلى 20 مرة فطبعا أمازون من وجهة نظري من أكبر الشركات في محفظات الاستثمار مايكروسوفت كمان في محفظات الاستثمار ارتفع تقريبا 7.3% طيب هل احنا متجهين مع الفدرالي وتكلمنا عن الفدرالي هل احنا متجهين في مرحلة ركود أو ريساشن الحوار اللي تقدروا تقوله حوار الساعة بالنسبة للولستريد كثير من الناس تقول هنتجه إلى ريساشن كثير من الناس تقول لك ما هنتجه إلى ريساشن أنا كعمر يعني أميل أكثر يعني لو أقول 55% أعتقد أنه ممكن نخش في مرحلة ريساشن ولكن إذا دخلنا في مرحلة ريساشن حتكون مرحلة بسيطة بعض الشيء لأنه التضخم عالي وسلاح التضخم يعني دائما يعني لازم يكون فيه انكماش من وجهة نظري خلينا نشوف ولكن طبعا جيرون باول يقول أنه الوضع الاقتصادي مميز بالنسبة للمواطن الأمريكي والشركات الأمريكية فلازم نشوف الأيام القادمة التذبدب من وجهة نظري حيكون عالي جدا في الفترة القادمة وكل الناس التي يعني بتنظر هذا الأسبوع وبتاخد قراري أنه هذا كان القاع فهذا من وجهة نظري خاطئ لأنه الحماسة الزائد دائما يكلفك الكثير فلازم تكون واقعي في قراراتك نشوف مثلا ليش كمان أنه يعني ربما نتجه إلى ريساشن شوفوا اليرتكرف ودائما نتكلم عن العلاقة بين العشر سنوات والسنتين نزلنا سبعة عشر صفر فاصلة سبعة عشر ودائما نقول لما نوصل صفر هذا مؤشر يعطيك مية في المية أنه داخلين في ريساشن هذا التاريخ يقولك طبعا كنا تلاتة وعشرين الآن صرنا سبعة عشر فيعني الفدرالي يبغاله يتلاعب في أرقام السندات قريبا جدا ولا يا ساتر طيب نشوف المؤشرات طبعا والقطاعات والقطاعات طبعا دائما معروفة القطاعات الدفاعية لما يكون وضع الاقتصادي لما يكون الأسبوع مميز القطاعات الدفاعية حتلاقيها نازل فشوفوا قطاع مثلا الكهرباء نازل القطاع الهيلث كير ما كان مرتفع القطاعات اللي فيها مغامرة أكثر زي التكنولوجي كانت مرتفعة الأفضل لو نشوف مثلا أداء بالنسبة للشهر وكان الشهر مليء بالأخبار الحذرة الخوف الحرب فتلاقي القطاعات الدفاعية زي الكهرباء القطاع الصحة هذه كلها قطاعات دفاعية لا تتأثر بالوضع الاقتصاد الناس تبغى كهرباء والناس هتروح المستشفى تلاقيها الأفضل أداء مثلا حتى العقار كان أداءه جيد قطاع الطاقة كان قطاع جيد في هذا الشهر ولكن في آخر خمسة أيام بدأ ينزل بعض الشيء وطبعا القطاعات اللي هي فيها مغامرة أكثر من ناحية الشهر ما زالت نازلة أربعة في المية قطاع التكنولوجي طيب شيء ثاني نتكلم عنه هو هل بيشتري عمر ولا لا وهل أنا ما زلت أشتري أقول لكم ما زلت بشتري ولكن بخف ما زلت عندي كاش ألوكيشن عالي دايما أقول لكم الأسبوع من الأسبوعين كان عندي خمسة عشر اشتريت بعض الشركات اشتريت مثلا في مؤشر الكيو كيو كيو ما دايما أقول لكم بشتري في مؤشر النازدك ليش ما زلت يعني متحفظ بالكاش وأقدر أقول لكم ما زلت أرى الطريق فيه تذبدب عالي ما زلت أرى أنه ربما يحدث في الحرب أي خبر كده يهز الأسواق وأقدر أقول لكم من وجهة نظري من كل المخاطر اللي بتواجه الأسواق ما زلت أرى الأسواق مرتفعة خلينا نشوف مثلا الفيوتشر بي اي بالنسبة للأسواق واليوم احنا 18 ونص شوفوا مثلا احنا أقل من فترة الكوفيد وأقل من 2019 ولكن شوفوا في 2019 لما نزلنا وكان ما كان فيه عوامل خطر بالنسبة للأسواق قد ما فيه عوامل خطر بالنسبة للأسواق اليوم نزلنا الأربعة فكل شخص يقول لك أنه الأسواق أسعارها جميلة جدا وأسعارها مميزة قل له لسه لا لو أنا وصلنا ما أتوقع حنوصل أربعة عشر صعب ولكن ممكن لو وصلنا ستعاش أرى بالنسبة لي أنه كثير من الشركات يعني أسعارها جيد أسعار كثير من الشركات يوجد قطاعات من وجهة نظري نزلت نزول حاد مثلا قطاع الساس ما يعني الساس سوفتور ازا سيرفوس تعرفوني قديش أحب شركات السوفتور وشان كده بدأت أشتري في شركات السوفتور اشتريت فيه مؤشر اللي هو الـ IGV هذا مؤشر فيه شركات سوفتور كلها أكبر شركات السوفتور زي أدوبي زي مايكروسوفت زي سيلس فورس شوفوا يعني الفوتر بي بالنسبة لها 7.6 وهذا التاريخ يقول لك يعني من أقل نقاط بالنسبة للتاريخ من 2015 هذه الأرقام حتى يعني في فترة الكوفيد ما نزل بهذه الطريقة الساس اندكس فخلينا نشوف طبعا فبدأت أشتري في بعضها لسه الكاش الوكيشن عندي مرتفئ أقل من أكثر من 10% ولكن ما زلت يعني مؤمن أني هحتفظ بالكاش عندي تقريبا 12.5 إلى 13% كاش في الفترة الحالي مثلا شركة أدوبي كنت أبغى أشتري فيها اشتريت فيها بعض الشيء ولكن يعني أكمل الخبر عشان ما أحرجه كريمر جيم كريمر لأول مرة أتفق معه لا أتفقت معه أكثر من مرة ولكن لأول مرة يعني أعمل عنه خبر أوافقه يتكلم ويقول للمستثمين أتمنى منكم أنه ما تشتروا الشركات اللي بتخسر الأموال ووافقه الرأي يتكلم جيم كريمر أنه الأسبوع القادم ربما نشهد ألم ويعني الأسواق تكون على نزول بعض الشيء ربما أوافقه الرأي صعب تكهن الأسواق للفترات القصيرة ولكن يعني عندي كثير من الناس اللي عندها شركات بتخسر الأموال ألاحظ في الكومنت يا شباب في كثير من الناس تسألني عن مثلا بالنتير تسألني مثلا عن شركة مثلا روكو تسألني عن شركة لوسيد تسألني بقول لكم يا جماعة الوقت ليس وقته أنك تستثمر في شركات بتخسر الأموال حتى لو بتؤمن فيها الطريقة الوحيد إذا أنت عندك شركات بتخسر الأموال أفضل طريقة من وجهة نظر أن تعمل ما يسمى بالهج تحمي نفسك عن طريق وتحمي نزولك في هذا الحال أنا مثلا عندي شركتين قاعد أخسر فيها الأموال عندي مثلا شركة تلدوك وهي بدأت تعمل الأموال من وجهة نظري أنا مؤمن بهذه الشركة ما زالت تخسر الأموال ولكن الكاشفلو عندها بدأ يصير إيجابي وعندي شركة رود بلوكس رود بلوكس من وجهة نظري هذه الشركة بتخسر الأموال فيها مجازفة عالية ولكن أرى أن لها مستقبل في المتافيرس وهذه من وجهة نظري الشركتين ولكن دائما عندي قانون في مجال الاستثمار لما تكون فيها شركات مخاطرة لا تتعدى الواحد في المئة في المحفظة والشيء الثاني أفتح ما يسمى بالهج عندي مثلا اليوم فتحت مجموعة أمس طبعا فتحت مجموعة من الـ على بعض الشركات من وجهة نظري تحمي محفظتي في حال النزول وأعتقد أنه الأسبوع القادم ربما يشهد بعض الاضطرابات فأكون يعني يشحامي محفظتي الاستثمار ولا أنصح المستثمرين اللي ما عندهم خبرة أنه يتعاملوا في مجال الـ جي بي مورغن وما أدرك كما جي بي مورغن تعرفوا قديش أنا يعني غاضب من جي بي مورغن في الأيام الماضية طبعا جي بي مورغن نذكر الناس اللي ما شف حلقة الصين حط لكم اللينك جي بي مورغن تتكلم يوم 14 مارج أنه الأسواق الصينية غير مستثمرة لا تستثمروا فيها تخسر وتخسر المستثمرين بينها وبين الشركات كلها طبعا اللي قالت بيعه 4 تريليون دولار تعرفوا ما يعني 4 تريليون دولار يا شباب 4 تريليون دولار يعني 5% من الجي دي بي العالمي تخسرها الشركات الصينية في ظرف ثلاثة أيام فقط ولكن في يوم 15 مارج تنقلب الآية والـ 4 تريليون دولار هذه تتحول من محافظ جي بي مورغن إلى محافظ استثمارية أخرى لأنه 4 تريليون دولار اليوم رجعت في الشركات الصينية ولكن الأياد الضعيفة طارت وأخذتها الأياد القوية والله أعلم من المحافظ اللي اشترت جزء كبير منها ولكن أقدر أقول لكم فيه جزء كبير منها محافظ آسيوية وفيه طبعا منها محافظ أجنبية وأمريكية أكيد في الأيام الماضية ولكن المحافظ الخاسرة هي زي جي بي مورغن ويزيد الطين بلا وأوريكم أنه تطلع جي بي مورغن بتقرير أمس وتقول لك الآن الاستثمار في الأمرجينج ماركتس هو الاستثمار الناجح وطبعا بتتكلم أنه عن التكنولوجي وغيرها ولكن ضافت أنه الصين الآن فرصة للاستثمار في الصين وأوريكم قدي إيش يعني هذه الشركات غير صادقة وتخسر الأموال للناس اللي تسمع للمؤسسات التي تتكلم في الاستثمار لأنها في النهاية كلها عندها أجندة أما لما يجينا شخص ذو مصداقية عالية وذو يعني أهمية كبيرة هذا الرجل تعلمت منه وأعتبر قدوتي في مجال الاستثمار أقرأ جميع رسالته وورين بوفيت اللي كمان طبعا حطيته كنصيحتي في الاستثمار من التوب تن بالنسبة لي أعتبر هذه الشركة جزء كبير من محفظاتي رقم اثنين في محفظاتي الاستثمارية شركة بركشر هاثوي من الشركات اللي أعتبرها تستطيع أنه تورث الأسهم لأولادك ولأحفادك وإن شاء الله لأحفاد أحفادك هذا الرجل لأن هذه من الشركات المميزة تخيلوا أنه في عام 1962 سعر السهم سبعة دولار اليوم يتعدى حاجز النصف مليون دولار طبعا هذه الأسهم الأي كلاس اللي ما تم تقسيمها أكثر من يعني تضاعفة ما عرف قديش هذه أحسبوها من سبعة دولار إلى خمسة وخمس إلى نصف مليون دولار اليوم طبعا توصل إلى الريكورد هاي بالنسبة لها الشركة وورن بوفت من وجهة نظري وجودها في كل محفظة استثمارية مهم جدا كثير من الناس يتخوفوا إذا توفى ويعطيه عمر طويل هذا الرجل ولكن إذا توفى زي أقول لكم زي ما لما توفى بيل جيت ستيف جوبز من أبل لما توفى ماذا حدث بالنسبة لأبين زادت وارتفعت واحد زي وورن بوفت عقلية مختلفة تماما عقلية أنه يشتري شركات لا يتدخل في العمليات بالنسبة لهذه الشركات يستثمر في شركات ذو مقومات مميزة عندها عمليات ممتازة بتعمل الكاش بطريقة مميزة بيأخذ هذا الكاش من الشركات وبيستثمر هذا الكاش بطريقة مميزة عنده يسمى هذا الرجل من أعلى ما يكون أفضل رجل يأخذ الأموال ويستثمر هذه الأموال ودائما أقول لكم ليش مهم إدارة الأموال هذا الرجل تتعلم منه كثير كيف تدير الأموال وتدير الأموال هي الطريقة التي تجعل هذا الرجل من أغنى رجال العالم لأنه فقط هو عمره ما دخل في مجال العمليات يعرف كيف يستثمر في شركات عنده عمليات مميزة ويستخدم هذا الكاش ويدير الكاش بطريقة مميزة جدا وعنده فريق عمل من وجهة نظري ممتاز إذا واحد زي ستيف جوبز اللي هو مخترع توفى ولم تتأثر أبل فصدقوني وورن بوفيت لم يتأثر لأنه هي منظومة هيكل مؤسسة وليس شخص أليزابيث وورن ويا ويلكم يا جماعة الكريبتو كيرنسي تعمل تعمل مذكرة تفاهم تقدمها للسنة عن موضوع أنه تبغى تعمل ضوابط وتعمل وعقوبات لأي شركة في مجال الكريبتو كيرنسي تتعامل مع روسيا فطبعا هذا من وجهة نظري خبر إيجابي ولكن الخبر الإيجابي الأكثر بالنسبة للعملات الرقمية هو أنه تقرير ومحامين كثير بيتكلموا أنه مستحيل الكريبتو كيرنسي كان بيساعد روسيا والحكومة الروسية في التلاعب في الضوابط لأنه كمية الكاش التي تحتاجها الحكومة الروسية تتضاغى وأكبر بكثير من الفوليوم اللي موجود في العملات الرقمية غير كده أنه مثلا هذا التقرير يتكلم أنه كيف دولة بحجم الجي تونتي ورقم 12 اقتصاديا من ناحية الجي دي بي تقلب كده من العملات العملات الورقية أو الدولر أو يعني عملة الروس وتقلب إلى الكريبتو كيرنسي في ظرف في ظرف يعني أيام وفي ظرف سعر فهذا كلام كله مستحيل وحتى الآن يقول لك أنه يعني ما وجدنا أي دليل أنه في تلاعب وفي تلاعب من الروس في مجال العملات الرقمية وتلاعب عشان يتلاعب ويهربوا عن الضوابط والضوابط الحكومية فلا يوجد أي تقرير أو أي مؤشر أنه في تلاعب فمن وجود نظرة هذا خبر جيد ولكن يجب أن تكونوا حذرين لأنه صار عوامل الاستثمار اليوم يعني تتغير بشكل سريع كله ممكن تقرير واحد يطلع يقول لك أنه العملات الرقمية بتتعامل مع روسيا وفي تهرب من الضوابط على طول حينزل المؤشر فيجب أن تكونوا حذرين ولكن هذا تقرير كان من وجهة نظري إيجابي بالنسبة للعملات لأنه أول ما يصير عندك ظوابط بالنسبة للعملات الرقمية فهذا اعتبره شيء جيد للاستثمار وخاصة إذا هذه المرأة يعني بعدت عن مجال العملات الرقمية فأنتوا في أمان إن شاء الله تكونوا استفدتم من حلقة اليوم شكرا وإلى اللقاء